الخادم فينا والخادمة بايا كان نوعه او نوع خدمته او دركته ايا كان محتاج دايما انه يحافظ على انه فيه اتجزت منه كل ضعفات وخطيئة بيقدم توبه مستمرة عنها عن كل ضعف بيظهر قدامه رح ربي دي بشيره ليه وكمان اتغسل بالتوبة واللي اعترفع على الاب الكهن وخد الحلم فصادرة من الغسل اتغسل خلاص ودم يا سرع المسيح ابنه يطهر من كل خطيئة فاتغسل وبعد ما اتغسل يقدر يخدم بقى لكن ازاي اخدم وانا لسه متسخ بالخطيئة ازاي اخدم ولسه مقيد بقيود ابليس بقيود الخطيئة بقيود العالم ازاي اني خدمة عشان كده الخدمة الخدام والخدمات محتاجين احنا كلنا محتاجين اعداد روحي جيد اعداد روحي حقيقي متابعة روحية للخادم والخادمة عشان خاطر ان نتطمن ان الجيل اللي يربوه او بيخدموه هيطلع جيل روحاني فعلا جيل بيحب كنسته فعلا جيل متمسك بايمانه فعلا المستقيم جيل ما بيساومش على حلاقته بربنا وعلى حياته مع ربنا بيتشجع النفوس انها ترجع لربنا يا حبائي